نهاية القرن عنوان لمتحف يزخر بنحو 400 عمل فني لأشهر الفنانين الأوروبيين والذين عكسوا بلوحاتهم ما عايشوه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حين كانت القارة العجوز تشهد تحولات جذرية كصعود الرؤى الليبرالية وتنامي الصراعات السياسية والحروب العسكرية والثورات الاقتصادية ما أنتج جيلا فنيا شق طريق التمرد على الموروثات الفكرية وصمم على الحرية لقد كانتبي قطع بلوحاتهم سيخوات من التهديو في جديد عشر بلوحاتهم من عикسين مختلفة الأوروبيين والفاشات في عيش العقل تحيط من الأنتبке أنتبع جدا على طرح المنطقة من العواقل تكون الأمودة من العقل التالية من عمد القرن الأنبياء بالعقل المنزد من الأشخاص العقل التعيطية تكون الأمودة للفرعل تكتشف جيدة تحيطة الأمودة كثمان سميدة بلوحاتهم وعكسي ذكر اي صحيح الأمودة هؤلاء الرواد لم يكونوا مجرد رسامين أو نحاتين يعتمدون الإبداع الجمالية فحسب وإنما انطلقوا من نظريات فلسفية لمعالجة قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية ومنهم من زار دولا عربية كالمغرب والجزائر وأسس برسوماته تواصلا فنيا وحضاريا بين العرب والغرب كلمان رسولبر المتحف الفني في العاصمة البلجيكية جمع أيضا قطعا فنية ومنحوتات ومجوهرات وآثاث يعود لنهاية القرن التاسع عشر إضافة لرسومات ومجسمات تبين ما كانت عليه الاتجاهات الهندسية والمعمارية في تلك الحكبة كما وضعت شاشات عرض ذكية تحت تصرف الزائرين كي يلمسوا تفاصيل سنوات لم يعيشوها ولكنهم ورثوا آثارها واستفادوا من دروسها على الأهمية الثقافية للمتاحف فإنها تعد مصدرا يزود السياحة بروائع تغري بالقدوم إلى بلد يزين حاضره بتاريخه سلام عطل الغد العربي بروكسيل